السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظراً لوجود العديد من الطلبات من قبل العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة برغبتهم في العودة إلى دولهم ونظراً لمحدودية فرص العمل في ظل أزمة كورونا ستتيح وزارة العمل المجال أمامهم بالعودة إلى بلدانهم وستبدأ عمليات التسجيل لذلك اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق 26-04-2020 من خلال منصة حماية.jo حماية.jo وسيتمكن العمال من التسجيل باللغتين العربية والإنجليزية من خلال ذلك الرابط وسينتهي التسجيل وقبول الطلبات يوم الاثنين الموافق 4-05-2020 ستقوم وزارة العمل بعد اكتمال تسجيل العمال في التاريخ المشار إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية وخلية إدارة الأزمة لتمكين هؤلاء العمال من السفر بأقرب وقت ممكن وبالتنسيق مع دولهم سيتم إعفاء العمال المسجلين لغايات السفر في حال سفرهم من غرامات الإقامة أو أي مبالغ تترتب عليهم تتعلق برسوم تصاريح العمل وغير ذلك من الرسوم تقديراً لظروفهم في ظل الأزمة الحالية إن عمليات المغادرة للعمال ستكون وفقاً لأعلى المعايير والإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان حمايتهم في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وفي الختام أريد أن أوجه عناية الأخوة من العمال الوافدة أن هذه فرصة لمن هو مخالف لمن تصريحه منتهي لمن دخل بطريقة غير قانونية هذه فرصة في ظل وجود هذه الحالة الإنسانية والاجتماعية والعالمية للمغادرة مع عفاء من الرسوم بعد التجيل على المنصة وفي الختام حمى الله الأردن والأردنيين والمقيمين على أرضه في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه